عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليله حتى إذا أدركه الكراع الرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله مستيقاضا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل قال وأقم الصلاة لذكره يستفاد من هذا الحديث فوائد منها واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينام كما ينام غيره اثنان الفجر يدرك بالعين لا بالقلب فلا تعارض بين هذا الحديث وبين وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه ثلاثة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يوبخ بلالا الذي كان يحرسهم لما غلبه النوم أربعة الانتقال من المكان الذي حصلت فيه الغفلة وحضر فيه الشيطان خمسة إذا نامت الجماعة عن صلاة الفجر ثم استيقظوا بعد طلوع الفجر فلا يسقط الأذان ولا الإقامة ففي رواية عند أبي داود فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى ستة أن الوقت في حق نائم يبدأ من حين استيقاظه سبعة أن السنة الراتبة تقضى إذا فاتت ثمانية إذا قضيت الصلاة الجهرية بالنهار فإنه يجهر بها والقضاء يحاكي الأداء تسعة أن الفائتة تقضى جماعة عشرة يشرع الإطالة في صلاة الفجر إذا فاتت ففي حديث أبي قتادة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغدا فصنع كما كان يصنع كل يوم أحد عشر اتخاذ الحارس على الجماعة في السفر ليبقى مستيقظا يحرس الناس وأمتعتهم ويوقظ النائمين لصلاة الفجر ترجمة نانسي قنقر